أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث كنا قد نقشنا أمس موضوع نوادي الرطاري بالجزائر أهدافها الخفية والمعلنة والدورها كذلك في تفشي ممارسات وطقوس غريبة عن عادات المجتمع الجزائري اليوم نحتفل ببداية السنة الهجرية الفاتح من محرم وهو عيد احتفال في الجزائر لم نلحظ تلك المظاهر الاحتفالية التي كنا نلحظها ونشاهدها في الشوارع لم نلحظ كذلك تلك المظاهر الاحتفالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي باستثناء بعض رسائل التهنئة لبعض المسؤولين السياسيين من رؤساء الأحزاب وإعلاميين لم يتفعل الجزائريون كثيرا للأسف مع الاحتفال برأس السنة الهجرية عكس أو خلاف بعض العياد الأخرى الدخيلة عن المجتمع الجزائري علماء الاجتماع يقسون مدى حضارة وهوية العائلة بمقدار ما توليه من اهتمام ومحافظة على عادتها وتقاليدها الأصلية اللسيقة بكيانها الروحي والمدي ومصدر هويتها التقافية والحضارية والدينية عبر مراحل تاريخها الطويل كيف هو حال العائلة الجزائرية وعلاقتها بالأعياد الدينية كيف هو حال الجزائريون اليوم في الاحتفال بالأعياد الدينية هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي شيخ شمس الدين المقدم حصة انصحوني شيخ مرحبا بك أهلا سيد شكرا ويحضر معي البحث في العلم الاجتماع سيد عبد الكريم حمزاوي أهلا بك أستراشيك أهلا بك يا شيخ خمس الدين شيخ أبدأ بك النقاش تبعت ربما أو لاحظت مظاهر الاحتفال بعيد البداية السنة الهجرية في شوارع أمور باهتة باردة لم نلحظ مظاهر احتفال عكس بعض الاحتفالات شيخ خمس الدين فيما يتعلق باحتفالات دينية داخلة عن مجتمع الجزائري ماذا يمكن أن تقول في بداية هذه الحصة حتى نفتح نقاش في جواب مختصر إذا أذنت لتعليق سريع على موضوع الروطاري الماصونية لتقدم تعزية وتعظم الآجر لشيمون بيريز ليده ملطختان بدماء الأطفال في فلسطين يعني هذه فضيحة بجلاجل كيف هي جمعية تزعم أنها جمعية خيرية جزائرية تقدم التعازي لشيمون بيريز ونص التعزية يقول ونحن اليوم لا نجد عزاء لنا في هذا إلا أن نرفع أيدينا إلى خالق الكون ليتغمد روحه المحبة للخير والسلام بواسع الرحمة والغفران مع أنتا يدعي لبش يدخل الجنة فيلتقي شيمون بيريز بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويلتقي مع أحمد ياسين ويلتقي مع أطفال فلسطين الذين قتلهم هذا أمر محزن أتمنى على وزير الخارجية أن يتدخل متى كانت الجمعيات الخيرية تدخل في القضايا الدولية وتعبر عن السياسة الجزائرية هذا شيء غير مقبول بالنسبة لموضوع محرم الشعب الجزائري السنة الهجرية لا يلتقي بها في حياته اليومية الأجر انتاعه في الشركة لا تعطى له حسب التقويم الهجري السنة المالية الجزائرية الحكومة لا تقيم السنة المالية وفق التاريخ الهجري العطل المدرسية لا تعطى وفق التقويم الهجري فالجزائري وقت يتلقى بالسنة الهجرية وقت يتلقى بمحرم الحمد لله أن الأمة هات في البيوت فقط لقعدوا شدين فيما يسمى بالسنة الهجرية ومحرم لما تقول الوليد ها جيبنا جاجا بشن دير راشا هاو عرف محرم نعم أو الصوم المؤمنون المصلون الصائمون ابقوا يعرفوا محرم المشكلة أن الدولة الجزائرية كلها قائمة على التقويم الميلادي ليس على التقويم الهجري نحن ما زال ما استقليناش من التقويم الميلادي نقول هذا العبارة بشي فاهموني الناس استقلالنا ما زال ما اخذناش من التقويم الميلادي المفروض علينا من خلال الاستعمار الفهنسي نحن كنا في تاريخنا نستعمل التقويم الهجري ولكن هذا التقويم فرض علينا جميع هذا التقويم فرض علينا سيد أو الشيخ شمس الدين سيد عبد الكريم حمزوي في علم الاجتماع في دراسة اجتماعية لما نلحظ بأنه فيه احتفال اهتمام متزايد بأعياد دخيلة على المجتمع الجزائري عيد الحب مثلا عيد الألوان عيد عياد أخرى فيه مظاهر احتفالية ساخبة في الجزائر بخلاف هذه الأعياد الدينية التي بدأت تتندثر يوما بعد يوم كما قال الشيخ شمس الدين أنه بعض العائلات فقط المحافظة وحتى ليس كل عائلات التي تحتفل هكذا بشوية رشدة وشوية طعام كما قال الشيخ شمس الدين يعني في رأيك مستقبل المجتمع يمشي في هذا الإطار أستاذ عبد الكريم حمزوي إذن بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الرحمن بن خلدون في كتابه المقدمة المغلوب مولوع باتباع الغالب يعني أنه دائما وأبدا تجد أن المجتمع المقهور المسيطر عليه دائما وأبدا يتبع قواعد وضوابط المجتمع الغازي وهو الاحتلال الفرنسي وغيرهم الاحتلالات التي مرت على الجزائر كما يقول علماء الاجتماع علماء النفس أن مقويمات الشخصية هي ثلاث مقويمات لدينا أولا الدين اللغة والتاريخ نعم ولو لاحظنا المجتمع الجزائري فإنه يفتقر إلى هذه المقويمات الثلاث أو فلنقول أنه بعيد بعد نسبي عن هذه المقويمات الثلاث وهذا ما يفسر الكثير من الظواهر الموجودة لدى المواطن الجزائري بما في ذلك فئات كثيرة تنسب نفسها إلى الدين شكلا تنسب نفسها إلى الدين شكلا وفي حين أنها من حيث المحتوى من حيث الوساطية التي يدعو إليها الإسلام فهي بعيدة لكل البعد فإما أنك تجد الجزائري في الإفراط أو في التفريط فإما تجده مميعا يتبع هذا التيار أو ذاك هذا البلد أو ذاك هذه الثقافة الأجنبية أو تلك أو إما تجده متشددا ومتمسكا ببعض الفئات المتعصبة لهذه الفكرة أو تلك مما ينجر عنه كل البعد عن القيم التي تبعها أجدادنا وما زالت أمهاتنا شيخ يمكن أن تتنقشنا إذا أذنت لي باش من غلطوش المشاهد الكريم أنني حب نصلح معلومة التقويم الهجري ليس عيدا التقويم الهجري هو التقويم هجري تتميز به الأمة الإسلامية عن غيرها الفاتح من محرم ليس عيد؟ ليس عيد الموش عيد كما عيد صغير وعيد الكبير وإنما هو التقويم العياد الدنيا الشيخي هي عيدين في الهجري عيدين هذا لا يسمى عيد أنا أخشى الناس يفهموا بالعيد بمعنى لازم يكون فيه طوقوس العيد لا لا الأمة لازم تختلف عن الأمم الأخرى نحن أمة إسلامية باش تتميز الشعوب عن بعضها البعض يختميز بالملابس يتميز بالمأكولات يتميز بالأعياد والتواريخ صحيح وإنما يتأخذه هو يوم ونستعملوه طيل السنة لأن تقويم الهجري كل السنة لازم تقوم بتقويم الهجري الصيام رمضان يقوم بالسنة القمارية أنا أعود وأقول الناس ما يشتلتقي بتقويم الهجري في الحياة اليومية جميل جميل الناس لا تلتقي بالتقويم الهجري في حياتها اليومية ربما الشيء اللي خلالي شيخ شمس الدين الأستاذ عبد الكريم حزاوي حمزاوي النقش وهذا الموضوع يعني خلال التصريحات صبر أراء قامت به قناة النهار في شارع يعني الجزائريون لا يعرفون شيخ شمس الدين ما معنى محرم لا يعرفون ما معنى الفاتح من محرم نسمع أو نستمع لهذه التصريحات أو لهذا صبر الأراء إذا كان مخرج إذا كان فيه صبر أراء مخرج نعم نستمع إلى هذا الصبر أراء وبعدين نعود للنقاش أستاذ عبد الكريم حمزاوي الجزائريون لا يعرفون ما معنى محرم لا يعرفون ما معنى الفاتح من محصر نستمع لهذه التصريحات محرم هي سيام أول من محرم وسيام اليوم العاشر المعروف عندنا بعشورة من بين فضاء اليوم محرم ذني أنه من الأشهر الحرم ربي سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العزيز استجابة على الدعاء كيناس تصم فيه يعني كشوال كما قولوا حاجة سونية يعني الإنسان اللي يحب يقتدي براسه صلى الله وسلم يعني صمرة تصم في محرم يعني تقوم الليل فيه محرم يعني كاين ثلث أشهر من غير محرم هي من الأشهر الحرم اللي كان في وقت الجاهلية وفي وقت الإسلام حتى في الإسلام كان القتال محرم كان القتال محرم وكان العديد من الأمور المكروهة محرمة احتى هي محرمة كانوا يديروا واحد البيدع فيه محرم بس هذوك البيدع احنا اضوك الحمد لله نقضينا عليهم هذوك البيدع باك هذي يقول لك ندير عشاء باك هذي يقول لك نخرج نصدق كمانتو ما ويش ديرهم احنا دوك ما عندنا ما نديرو فيه محرم 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 مولد نوبوي رسول صلى الله عليه وسلم فاش مولد نوبوي هو المحرمي؟ محرم أولاد النبوي؟ لا أعرف شكرا للصابتين لا اعرف ماذا محرم؟ لا يعرف محرم؟ سؤال أعرف لماذا أعرف؟ ولو أنا هو ما هو محرم؟ ما هو محرم؟ لا يعرف محرم؟ محرم؟ طعفا اشتا محرم؟ نحن ننسوا المحرم ننسوا ودخل البرابول فيزبول لما شعبها ناو الدرالي ايه والدرالي دوما تعال هاي هاي وواي وواي خلاص ننسوا دوك تقول له محرم يقول لك وشنو نحن هذا هو محرم سلح من الكريم حمزاوي يعني فقط واحد قالك بأنه محرم وتعبر كوكس وبربوشة وطعام ما إلى ذلك حقيقة يعني في حقيقة الأمر عندما ينظر الإنسان إلى المواطن الجزائري أستطيع أن أقول هو ضحية المنظومة التربوية ضحية المنظومة التربوية ضحية الوالدين للأمية أسرة لابد أن نفرق بين الأمية والجهل فللأسف الشديد نجد الآن الدولة الجزائر والله الحمد يعني كونت آلاف مؤلفة من الجامعيين طلب الجامعيين ذو مستوى عالي ولكن للأسف الشديد في المقابل نجد الكثير من الجزائرين يجهلون دينهم ويجهلون تاريخهم ويجهلون اللغة العربية كما قلت في البداية مقومات شخصية وبالتالي هنا المسؤولية مقسمة بين مجموعة من المؤسسات مجموعة من المؤسسات وضحيتها كما تشاهدون المواطن الجزائري الذي يخلط بين محرم وبين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح المواطن الجزائري الذي تجده يعني يعطي أهمية سيد عبد الكريم حبزاوي خليني نتوقف عن نقطة ربما تكلموا فيها يعني لماذا باتل هذه الأعياد الدينية هي أعياد العجائز والشيوخ عندنا في الجزائر والشباب عندهم أعياد أخرى يعني أعياد حتى أعياد لوتنية شيخة ما عندنا أهندوسية لو سمح لي أن الأخطر في المسألة أنه في الوقت الذي يعتم على أعيادنا وتاريخنا لهجري في نفس الوقت يعني اخترعون أعياد جديدة يعني عملية إحلال أعياد وثنية وشركية محل الأعياد التي نعرفها هذا العيد هذا الحفل اللي جابوها عيد الهالوين الهالوين نعم جابوها الأمريكان للجزائر والفنادق الأمريكية هي اللي بثتها في الجزائر الهنودة جابوه عيد الآلهة كريشنا وسموها عيد الألوان مهرجان الألوان كما وقع في جامعة تليمسان كما وقع على شاطئ البحار في بيجايا يعني تدمير للأعياد الإسلامية وتدمير للرموز الإسلامية والتاريخ الهجري في نفس الوقت إحياء أعياد وثنية وشركية وبدعية ثم أعياد مطبطة بالاستعمار خلينا نقول لك واحدة الفكرة مهمة شيخ عبد الكريم شاركنا في نفسها لو تسمح لك أستاذ عبد الكريم من نبهل هذا المسألة وقعت حادثة عظيمة في التاريخ الجزائري عظيمة جدا هي تاريخ بيعة الأمير عبد القادرة تحت شجرة الدردار يعني اللحظة التي تأسست فيها الدولة الجزائرية الحديثة هذا التاريخ كان من المفروض أن يتأخذ تاريخ رسمي ووطني ويوم وطني بالشعب يعرف التاريخ الذي تأسس فيه الدولة الجزائرية لم يفعلوا ذلك عوضوهن بيوم عيد الطماطم عيد المرأة عيد العمار عيد الزربية العجيب عيد الجمل وعيد الكمش في الجلفة غير لك الطوطني ما دارهمش عيد في الزاير شيخ إذا سمحت زي أني فيها السبعين عيد أستاذي السبعين عيد نعم سبعين عيد واليوم الذي بويعا للأمير عبد القادرة كله همت فوأة الأجر وعطل وحكي فلالة وموائد وما إلى ذلك عيد الطماطم والفرولة وما كاش يوم الذي بويعا فيه الأمير عبد القادرة اليوم يتأسد فيه الدولة الجزائرية جميل كيف يوم أنا؟ كنت تتكلم على أرثنامة العطل شيخ شمس الدين أرثنامة العطل في الجزائر سيد عبد الكريم أرثنامة العطل في الجزائر ليس مضبوطة شيخ في بعض الحياة نحتفل بأعياد يعني بأكثر من ذلك أنها مدفوعة الأجر هو الشعب الجزائري يمسحق باش يخدم ما هو مسحق العطل على بالك بلي فقهيا الجمعة الناس يتوقفون عن العمل فقط للصلاة نعم لما يطلع شيخ المنزل بكاش يوم عطلة كامل الجزائر يتخسر ملايير الدولار في هذه العطل نعم شيخ تفضل أستاذ عبد الكريم كلام شيخ عن تاريخ وهو أحد مقويمات الشخصية في بداية الحصة تكلم عن موقف أحد المسؤولين من وفاة شيمون بيريس نوازي روتاري هذي نعم نوازي روتاري عندها مسؤولية فيما يحدث في الجزائر فقط الجزائريين يعني علاقة الجزائر أيضا بصهاينة أنه سنة 1963 كما قال المؤرخ الجزائري حسين دردور قام الاحتلال الصهيوني بوضع قنبلة في ميناء عنابة توفي على إثرها سنة 1963 يعني بعد الاستقلال نعم توفي على إثرها أربعون بحارا جزائريا بعد الاستقلال بعد الاستقلال سنة 1963 توفي على إثرها أربعون بحارا وطويت في طي النسيان يعني شباب الجزائري لا يعرفوا هذا وبالتالي وبالتالي فإنه هذا الموضوع يطرح مسألة الرابطة بين الشباب الجزائري وتاريخ الجزائر نعم بين الشباب الجزائري وتاريخ الإسلام وأيضا مقوماتنا الثقافية ومقوماتنا الإسلامية سيد عبد الكريم حبزاوي دعني أطرح ربما المقاربة التالية أو التشخيص التالي في الجزائر اليوم عائلات جزائرية وشيخ شمس الدين ربما تشاطرني رأي عائلات جزائرية يحتفلون برأس السنة الميلادية ولا أحد يفرط فيها وعائلات أخرى تحتفل برأس السنة الهجرية يعني يقول لك في حيدراء يحتفلوا بالريفيون لا لا هذا خطأ هذا خطأ والله هذا خطأ في جهات أخرى يحتفلوا هذا خطأ حبوا يعطيوا الحيدراء صورة ليست موجودة أنا نعرف خبازين في حيدراء في الريفيون يغلقوا ما يخدمش والله رغم أنها تديروا عليه يحتفل بالأكس لا يحتفل بالأكس يغلق باش ما يبيعش رابيش ورغم أنها تديروا عليه أموال كثيرة صحيح أن كائن عائلات جزائرية ما يعرفوش من الأعياد إلا الأعياد الميلادية النصرانية بصور له أنا يقول لك لأن الإدارة الجزائرية مبنية على التقويم الميلادي الجزائري وين يتلقى معه قل لي بالله عليك إنسان يزيد عنده طفل يروح يسجلوه لو كان يقولهم سجلوه لوفق التقويم الهجري يعني يشوفوها فضيحة يشوفو مريض عقلي مجنون هذا متخلف نعم حقا لأن الجزائري ما يتلقى مع التقويم الهجري لو أن الدولة والإدارة يديروا تعليمها نبدأ ونديروا تقويم الهجري ما الذي يمنع ما الذي يمنع بريطانيا كانت في الاتحاد الأوروبي لما الشعب انتحها قال لا نخرجوا في لحظة ولا يتميش في الاتحاد الأوروبي يعني قرار سياسي وإذا بالأمة تبدأ ترجع إلى تاريخ الهجري حبثا نبهى إلى أن الأعياد الإسلامية والمناسبات الإسلامية كالهجرة هذه عندها معاني الناس لم يختزلوها في الطعام والبركوكس لا يوجد لهدفها الطعام والبركوكس نأخذ مثلا محرم محرم سمية محرم لأن القتال فيه هي حرم والإسلام كتن هو دين سلام جاء ليضيق الحرب على الناس رب يجعل أربعة أشهر هي شهر الحرم ذو القعدة وذو الحجرة ومحرم ورجم يحرم فيها القتال بمعنى أن الأعياد هذه جاءت تربي الناس على السلم على رفض الحرب لأنه فيه من يربطها بأن هذه الأعياد الدينية هي مجرد يقول بأنه تخلف نختزلها في الأكل لا لا يعني سيدنا رسوله صلى المدينة اسأل اليهود عليها كتصموا عشرة قالوا لأن الله أنجى فيه موسى من فرعون ناجات سيدنا موسى من فرعون حادث عالمي كبير يعني هو انتصار الحق على الباطل انتصار الحق على الطغيان على الظلم فسيدنا رسوله صامه وأمر المسلمين بصيامه حنايا لما يصموا عشرة شكون فينا راهو يستحدث هذا الحدث الكوني العظيم وهو ناجات موسى من فرعون استغل هذه الفرصة شيخ للتحدث عن المنظومة التربية التي أفرغت المنهاج وأفرغت المحتوى الدراسي من كل ما يموته بصلة الإسلام فالكثير من آية القرآن يعني حذفت الكثير من الحادث النبوي التي كانت تدرس في اللغة العربية هذه معلومات صحيحة حذفت تأكد بأنها معلومات صحيحة نعم بتأكيد يا شيخ نحن كباحثين نتتبع البرامج التربوية وعلاقاته عبر الزمن وعبر العقود نعم تتكلمت عن المنظومة التربوية دعني أطرح عليك سؤال تالي اليوم الشباب الجزائري قلنا أنه يحتفل بعياد وثنية عياد دخيلة وخارجة عن الطقوس وعادات المجتمع الجزائري فيه نوع من فراغ بالنسبة للأئمة بالنسبة للنخبة بالنسبة لخبرات علم الاجتماع فيما يتعلق بفراغ في صفحات تواصل الاجتماعي اليوم شباب متواجد عبر الشباكات التواصل الاجتماعي لما نصفحوا اليوم لم يكن أئمة مثلا يشرحهم معنى محرم عبر الشباكات التواصل الاجتماعي مثلا لم يكن هناك مبادرة أئمة مبادرة نخبة مبادرة أساتدة ساتدة في هذا الإطار. يعني المسؤولية مشتركة. وإن كان كتاع التربية ومنظومة التربية لهذا الدور كبير. ولكن كأئمة الشيخ شمس الدين حاضر هنا. وسادته. يعني عنا دور في هذا المجال. تركنا المجال. هذا كلام صحيح. نعم. كلام صحيح. وأنا أؤيدهم مئة بالمئة. أنت شيخنا مثلا. شيخ شمس الدين. أنت بتواجدك بتأثيرك في المجتمع الجزائري. ما شفناك. يعني متواجد شبكة التواصل الاجتماعي. وإن كان شباب خل شبات. والله الحمد لله أنا يكفيني حصر. إن صحوني لراه يتوبث ويتنقلها الناس بالملايين وبالألاف. في كل القرار. لكن ما يندفعش على نفسي. أنا أيدك. كلامك صحيح. على الدعاة إلى الله أن ينزلوا من أبراجهم العاجية. ويروحوا للشعب في الواقع. حيث يعيش الناس. الناس موجودة في المجتمع. في الأحياء. في كل مكان. إحنا شعال درنا جهد باش نشرح للناس. هذه التواريخ. أنا يقول لك حدث كبير وهو بيعة الأمير عبدالقادر. لا يعلم به الناس. ولا أحد يسمع بها. وبصحي يسمعوا بعيد الطماطم وعيد الفراولة. وعيد الألوان وعيد الحب. وعيد في التلفزيون. وعيد الحب. الناس كل هؤلاء تعرف عيد الحب. ويبيعوا الظهور. يعني بشيء بك التواصل الاجتماعي. عيد الحب. الأمور تختلف تماما. عيد الحب والظهور والحمراء. أنا أتعدل بهذا الإنسان عام كامل ما يحبش مرتوي. يسنع عيد الحب بش يديلها ظهورة أفلاستيك تتباع خمستاش مئة ولا ألف وخمسمئة. إذن أنا أؤيد هذه الفكرة على الدعاة. لازم ما نقتنعوش بما نحن عليه. صحيح. نرتاحوش ما نقولوش خلاص. نحن أدينا واجبنا. لا. يروحوا للناس للشباب. كلهم في من باره. كلهم في من باره. إن فعلا يعني ملاحظة جيدة جدا. مثلا ولاحظنا الأئمة. أنا قل ما أجد إمام يجلس في مقهى مثلا. صحيح. أو يجلس يعني في حديقة عمومية مثلا. هل الحديقة عمومية حرام أن يجلس إمام؟ نعم. أن يجلس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث؟ الإمام يعني اليوم خاطبة جمعة فقط. هذا الأمر لا يكفي اليوم في ظل هذا الغزو الإلكتروني. الغزو التقافي. سيد عبد الكريم حمزاوي. انتهى وكالحصة. خليني نطرح لك السؤال الأخير. ربما فيما يتعلق برزنامة الأعياد بنسبة لعائلات الجزائرية. ما تشوش بأن العائلات الجزائرية سيد عبد الكريم حمزاوي من حيث دراسة سوسيولوجية. أنها تبالغ كثير في الأعياد. مثلا محرم عشوراء رأس سنة الميلادية الهجرية يناير ذهب إلى الحج العودة. وحنا بالمناسبة العودة من الحاج يدير احتفال. يروح الحاج يدير احتفال. نجح في الامتيح. هندير احتفال. يعني كثير من الاحتفال فيه مبلغة بالنسبة لعائلات الجزائرية. تشوف أن هذا مصدر صحة. أنه في خلل يعني. هو بالتأكيد أنه فيه خلل فيه خلل. لأنه المجتمع الجزائري كما قلت في الكثير من الحصص أن المجتمع الجزائري أصبح في حالة مرضية. ولذلك اخترعنا مصطلح جديد أو مفهوم جديد في علم الاجتماع من الشخصيين حيث هناك مصطلح العمل يقابله مصطلح البطالة هناك مصطلح ثالث موجود في المجتمع الجزائري هو اللا عمل هو مصطلح اللا عمل يعني ليس الشاب في حالة بطالة وإنما هو في حالة اللا عمل بحيث أن العمل موجود ولا يسعى إلى العمل وهذه ثقافة سلبية تنشرها الأسرة الجزائرية والكثير من المؤسسات لدى شبابنا ولدى أطفالنا وهي مرفوضة دعني نختم بالشيخ شمس الدين الشيخ شمس الدين السؤال أو الختام يكون في السؤال التالي في الأعياد الدينية بغض النظر أو خلاف العيد الفطر وعيد الأضحى ترى أن الأعياد الدينية اليوم عطلة بدفوعة الأجر هل هذا صحيح من ناحية الدينية أننا في الأعياد الدينية في محرم في عشراء في المولد النبوي أننا لا نعملوش نركنه لراح أنا أفضل أن أسميها المناسبات الإسلامية مناسبات أخضر المناسبات الإسلامية وكما قلت لك أنا ضد فكرة العطلة لكل شيء أنا ضد هذا أنا أفضل أن يعمل الناس الجزاء في حاجة لمن يخدمها وليست فيها هي جزاء دار القعود لما وصلنا السبعين عيد حبيت أن نبه فقط أن لازم من فرغوش المناسبات من محتواها يعني محرم سيدنا رسول الله محرم كيف نحتفل به بالصيام سيدنا رسول الله قال إنني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية كما يفعل الناس عندنا بالنسبة للموضوع يسمح للأستاذ برك أتصور عليه علم الاجتماع على هالجزائريين كثير من مناسبات ردوها احتفالات لكثرة الأحزان ما ننساج بأن المجتمع ليعيش أزمة سكن واختطف أطفال وأزمة بطالة وانقطع الكهرباء يعني كيروح سكن جديد الله يرضى عليك يعني نهار يكون السكن متوفر عادي ولكن نهار تكون أزمة سكن نهار يدبر سكن يعني يوم احتفال أكثر من يحتفل لأنه بالنسبة له أزمة كبيرة شكرا جزيلا لك شيخ شمس الدين شكرا مصول لك سيد عبد الكريم حمزاوي الأستاذ في علم الاجتماع مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدث نقشنا اليوم كيفية وكيف يحتفل الجزائريون بالأعياد أو بالأعياد الدينية وكذلك المناسبات مثل ما قالنا شيخ شمس الدين المناسبات الدينية التي بدأت تخرج نوعا ما عن الطقوس والممارسات التي عرفت في القدم متابعة طيبة برامجي قناة نهار قاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر